كل نتاجي الموسيقي ما عملت نشيد صرف يعني قالب نشيد صرف أنا ما عملت وظفت النشيد كقالب بأغني بأنشودي لأنه النشيد برأيي مثل ما بالتأرير مرأ له علاقة أحيانا بالإديولوجيا مع أنه المفروض يكون يعني خارج أطر الإديولوجيا مفروض يكون يحس على الانتماء الوطني الاستنهاض الوطني الوحدة الوطنية بس للاسا في كتير أنشيد عربية ارتبطت بالإديولوجيا بالزعيم أو الحزب فبنسبة لي أنا بحاول إبتعد عن قالب النشيد يعني هي كانت مسار مكمل للديكتاتورية في تحفيز الناس على حب الشخص ما بدنا نعمل حكم مطلق بس في بعض الأنشيد ارتبطت بأنزمة ديكتاتورية مع أنه في أنشيد أخرى هوني لابد منه نركز على ما قام به العظيم الشيخ سيد درويش كيف عرب وشرق النشيد وأصبح إليه قيمة إنسانية أكتر من القيمة العسكرية لأنه النشيد بزهننا ارتبط بالمناسبات الاستعرابات العسكرية والمارش العسكرية إجا سيد درويش على الأقل بتلتة نشيد اللي هي بلادي بلادي اللي أنا ما فيني يشوفه نشيد على قد ما هو نشيد ينحاز إلى الأغنية بحسه الراقي خاصة لما عمل نشيد ميزان وميزان فالس ما بعف إذا نعرف بالقواعد موسيقية عمل فالس يا مليكا بالسجا يلغ يساد عمل نشيد في جملة شرقية عربية قريبة للمعنى للعمق الإنساني وليس العمق العسكري الاستنهاضي فأنا ميال لهذا النشيد هذا النوع من الأنشيد ياسمين يعني مما قاله أحمد قعبور عن الإيديولوجيا التي طبعت الأنشيد لأنه ارتبطت بأنظمة وبحكام هذه الأنظمة هل لمست أو تلمسين أن هذا المفهوم تغير أو على الأقل أيضا نظرة الناس للنشيد والتعاطي معه نظرة الناس للنشيد والتعاطي معه موجودة من أيام الأنظمة الدكتاتورية حتى لو النشيد فرض عليهم الدليل على كده نشيد مثلا حماة الحمة في تونس ده كتبوا الشعر المصري مصطفى صادق الرفعي وسنة 1930 وكان النشيد الرسمي من سنة 1930 في تونس وضيفت إليه أبيات أبو القاسم الشابي أضيفت إليه بيتين بالزبط اللي هم الأشهر في تاريخ أبو القاسم الشابي ولكن لما جيه وربما هذه الأبيات أدت إلى سقوط النظام لأنه كانت تتردد في التظاهرات التي طالبت بإثقاط النظام السقوط النظام اللي رجع النشيد ده لأن الفترة بتاعة الحبيب بورقيبة طلع نشيد جديد اسمه ألا خلدي يا الحبيب كان يسمي الحبيب بورقيبة في النشيد أيوة جيه الاسم بتاع الحبيب بورقيبة في نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن ولذلك الشعب رفضوا أثناء ما النشيد كان موجود فالتمرد على النشيد لما الشعب بيحس أن ده تملق لشخص هو نفسه بيختار نشيد آخر وكان الشعب التونسي متمسك بحماة الحمة إلى أن أعادوا الرئيس اللي اتخلع بي يعني سنة 1987 ولكن ياسمين زين العابدين هو اللي رجعت يعني هو يقول أحمد قعبور أنه فيه إيديولوجيا ارتبطت بمفهوم الأنشيد وهو أفضل أن أتحدث عن أنشودة وليس نشيد لا هو نشيد موسيقيا لو حنتكلم من النحية اللي هو في الموسيقى النشيد لي معيير قالب بحضة آه معروف الكلام النص الشعري بتاعه لازم يكون حماسي الألات اللي فيه غالبا بتكون ألات تبث الحماسة زي ألات النفخ النحاسي أو ألات النفخ الخشبي فيه طبول كتيرة ومن أنواع معينة وإيقاعه إن لم يكن فيه مرش بيكون في ميزان سنائي يعني اللي هو الميزان بتاع المرش العسكري فهو نشيد نشيد والأدوات الموسيقية أيضا ما هو كده الألات الموسيقية ليس هناك أدوات ترابية سمحيلي نادر اللي عم تقوله كتير صحيح أنا اللي عم بحاول كنت هكي مرء بالمداخل الأصيري كيف يمكن هذا القالب الجهز آه أن نوظفه في قوالب أخرى زي الأهزوجة أو تماما يعني بتذكر فيه أغني يا نبضة الضفة اللي عاملة أنا من 30 سنين حول انتفاضة فلسطين تبدأ أغني ثم في مرحلة ما تتحول إلى النشيد يعني أنا اللي عم بقوله كيف يمكن موسيقيا أن ننتزع النشيد من وظيفته العسكرية ونضع له وظيفة موسيقية في سياق موسيقية بس النشيد مش مرتبط بالمنظومة العسكرية فقط صحيح آه يعني أو إلا سيد درويش أكتر واحد عمل أنشيد طيب خلاني اسمع رأي سميرة أو سماء يعني كما بتكون يعني وظيفة النشيد هل هي تعبئة يعني برأيك أنت من خلال نشيد الوطني السعودي أعتقد أنا أتفق أنه النشيد الوطني هو مقطوعة موسيقية تبين أو تعطي رسائل عن أديولوجية النظام الحاكم سياسة النظام الحاكم وتفرض وتفرض على العقل يعني الآن التكرار 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 بالنسبة للنشيد الوطني السعودي حافظتي طبعا حافظتي طبعا النشيد الوطني السعودي سارع للمجد والعلياء مجد لخالق السماء ورفع الخفاقة أخضر ورفع الخفاقة أخضر أغني شي ما فينا ساعدة كان دي النشيد الوطني السعودي يعني يبجل الملك والله هو عاش الملك عاش الملك للوطن والعلم عاش الملك للوطن والعلم الملك في المطلق الملك مش يبجل الملك ولكن عاش الملك لخدمة الوطن والعلم يعني ما عاش مثلا أنه عاش الملك يعني هو في خدمة الوطن والعالم فهمنا أصدق أنه ليس كما ذكر أحمد في البداية أنا أعتقد أنه لأنه أصلاً هو كله ثلاث بيوت قصير جداً النشيد الوطني أو المعزوفة الموسيقية العسكرية هي أول من في المملكة العربية السعودية أول من أو ولدت على يد الأمير منصور بن عبدالعزيز كان في هذا الوقت وزير للدفاع والطيران وغادر أو كان فيه رحلة للملك عبدالعزيز الوالد المؤسس للمصر فحبوا أنه يعملوا سلام ملكي أنه لي يعني ركبت لمناسبة رسمية خارجية بعدين جاء الأستاذ طارق عبدالحكيم مع خفاجي مع خفاجي وعملوا ركبوا ركبوا التلاث أبيات هذه ركبوها على الموسيقى السلام الملكي أنا نسمع أنا عايزة أقول حاجة من نسبة مصر قبل سما سما صاحبتي يعني تأثير مصر على الأنشيد الوطنية أظن واضح يعني محمد فوزي الجزائر النشيد الوطني بتاع الجزائر تأثير المصري طارق عبدالحكيم ده مولود في مصر ومتعلم في مصر وهو سعودي يعني هنا فيه اللي هي هوليود الشرق زي ما كانوا بيقول لما كانت القوة الثقافية بتاعت مصر أقوى من دلوقتي أثرت إجابة على كل اللي حواليها نعم خلينا نسمع رأي نسمع سما يعني باليمن أنت برأيك النشيد هو له دور تعبوي يعني عندما تستمعين إلى النشيد الوطني تشعرين بالفخر تريدين أن تقشي كما هي العادة ماذا؟ صراحة أشعر بالحزن أن الإحساس الجميل الذي كنت أحس فيه اختفى بس دائما لما أسمع النشيد الوطني أتذكر نفسي وأنا الطفلة في مدرسة في طابور أغني النشيد مع زملائي وزميلاتي كلنا نتوحد في حب الوطن وكنا من بعدها نقول الله الوطن الثورة تحية الجمهورية اليمنية وكنا نعيد هذا الشيء ثلاث مرات وكان إحساس جميل جدا على فكرة أننا كنا متحدين في شيء واحد للأسف نربط النشيد الوطني بالحكومة المعينة لكن إذا نظرنا إلى النشيد اليمني بشكل خاص فالكلمات جميلة ليست لها علاقة بالقائد واللحن أيضا كان يمني المؤلف كان شاعر وصحفي يلقب بالفضول هو من بيت نعمان والذي ألف اللحن أيضا يمني أيب طارش وكان النشيد يمني هو في وقت الوحدة كان عندنا نشيدين نشيد في شمال اليمن ونشيد في جنوب اليمن والنشيد الوحدة هو النشيد الذي كان في جنوب اليمن أصبح اليمن واحدة لتعزيز الإحساس بأننا أصبحنا بلد واحدة وتغيرت كلمة واحدة فقط التي هو أممية أصبحت يمنية لأن الحكومة في الجنوب كانت حكومة اشتراكية اشتراكية فتغيرت هذه الكلمة ولكن في النشيد في الكلمات كلام جميل جدا وينتهي النشيد بلن ترى الدنيا على أرضي وصية وللأسف نذكر هذه الكلمات في وقت سيء جدا لليمن وأتمنى لو كان هذا هو الحال يعني تحدثت في نهاية حديثك عن النشيد الذي كان يرفض الوصاية والآن اليمن في وجهة نظر تقول أنه تحت وصاية إيران ووجهة نظر أخرى أنت عبرت عنها تنتقدين محاولة السعودية للتدخل في الشؤون اليمنية يعني أحمد ممكن أوضح شيء كمان أنا أيضا ضد وصاية يعني إيرانية يعني البلد يجب أن تكون الوطن يعني اليمن هي لليمنيين نعم أي تدخل خارجي هو يعني ما فيش تدخل أفضل من تدخل نعم